بعضها على التدريج نازل البحث الذي أريد أعرض له في هذا اليوم أعزائي بحث خطير وأساسي في فهم القرآن الكريم ولذا أريد من الأعزة إن شاء الله يتحمل قليلا لفهم هذه الحقيقة أعزائي عندما نأتي إلى القرآن الكريم لا إشكال ولا شبه أن القرآن هذه القرآن الموجودة المصاحف التي بأيدينا نقسمها إلى أجزاء نقسمها إلى أحزاب نقسمها إلى كذا هذه كل هذه التقسيمات إنما هي من وضع علماء أما تقسيم القرآن إلى السور والآيات هذا أصله أين أصله في القرآن الكريم يعني عندما نقسم القرآن إلى مجموعة من السور بغض النظر عن عدد هذه السور والاختلاف الواقع في عدد السور أو نقسمه إلى مجموعة من الآيات بغض النظر عن عدد الآيات والاختلاف الواقع في عدد الآيات هذه قضية قرآنية لا مجال للبحث فيها ولذا السيد الطباطبائي لا عزل يردون يراجعون هذا البحث بشكل تفصيلي عرض له السيد الطباطبائي في المجلد الثالث عشر من تفسيره تحت عنوان أيضاً نعم تحت عنوان هماتنا لا يشير إلى البحث لا من قريب ولا من بعيد بحث آخر روائي وقرآني فيعرض له يقول وقد كثر استعمال السورة في لسان النبي والصحابة والأئمة كثرة لا تدع ريباً في أن لها حقيقة في القرآن الكريم وهي مجموعة من الكلام صفحة 230 وما بعد ذيل آية 101 و111 من سورة الإسراء ثم يقول بأن الآيات التي أشارت قالت بأنه بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها إذن السورة لها أصل في القرآن أو قل فأتوا بسورة مثله إذن مسألة السورة لها أصل في القرآن وكذلك مسألة الآية الآية أيضاً مجموعة وإذا تليت عليهم آياته كتاب فصلت آياته مضافاً إلى ما ورد في كلمات النبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام السؤال التفتولي جيداً السؤال ما هو وجه تقسيم القرآن إلى مجموعة من السور وكنا نبدأ من الآية رقم واحد وننتهي بالآية رقم 6200 و400 وانتهت القضية السيد الطبا طبائي رحمة الله تعالى عليه إخوة إذا يردون راجعون في هذا البحث يقول بأنه أساساً كل مجموع كل سورة لها غرض معين وأشار إلى هذه القضية في الجزء الأول من تفسيره صفحة 16 قال ثم إنه سبحانه كرر ذكر السورة في كلامه فبان لنا من ذلك أن لكل طائفة من هذه الطوائف من كلامه مراداً من الطائف طائفة يعني ماذا؟ يعني السورة التي فصلها قطعاً قطعاً مراد من القطع يعني ماذا؟ يعني الآيات وسمى كل قطعة سورة أن لكل طائفة من هذه الطوائف نوعاً من وحدة التأليف لا يوجد بين أبعاظ من سورة ولا بين سورة وسورة ومن هنا نعلم أن الأغراض والمقاصد المحصلة من السوري مختلفة لكل سورة ماذا؟ غرض خاص وأن كل واحدة منها مسوقة لبيان معنى خاص ولغرض خاص لا تتم السورة إلا بتمامي ذلك الغرض وعلى هذا الأساس وعلى هذا الأساس إذا يتذكر الأعز في البحث الفقي قالوا أن بسملة كل سورة مختصة ماذا؟ بتلك السورة وأن معنى البسملة في كل بسملة يختلف عن البسملة الموجودة أين؟ ولذا جملة من الفقهام أفتوا على هذا الأساس قالوا بأنه إذا بدلت السورة لا يمكنك الاكتفاء بالبسملة الأولى لابد أن تبدأ ماذا؟ بمسبلة جديدة لماذا؟ لأن البسملة المرتبطة بالسورة الثانية غير البسملة المرتبطة بالسورة بعبارة أخرى بينهما اشتراك معنوي لو اشتراك لفظي هؤلاء الذين يقولون اشتراك له وهذه حقيقة مهمة من أبحاث التفسير أن البسملة لم تتكرر في القرآن مئة أو أربعة عشر مرة أو مئة أو ثلاثة عشر مرة بالاشتراك ماذا؟ المعنوي وإنما بالاشتراك اللفظ هذا بحث فدمقدار احنا عرضنا له في كتاب اللباب في تفسير سورة الحمد هناك بشكل ينسجم معها